أم محمد بن أبوظبي بارك الله فيها تقول هل يجوز تربية القرود وهل القرد يعد نجسا أختي أم محمد بارك الله فيك بدسبة للقرود لها أنياب والقرد لا يجوز أكله لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وحرم كل ذي مخلب من الطير ولذلك لا يجوز اقتناء القرود ولا يجوز تربية القرود وأيضا يحذر الإنسان من نجاسة القرود فإن القرد من الحيوانات ذوات الأنياب من الحيوانات ذوات الأنياب ولذلك هو محرم لحمه وأيضا كل ما يصدر عنه نجس كل ما يصدر عن القرد نجس وجرت العادة بأن الناس يستقبحون القرد حتى إنهم إذا أرادوا أن يسبوا شخصا ماذا يقولون؟ يقولوا يا قرد أو يا كذا على حسب اللهجات فعجيب سبحان الله كيف إنسان مسلم يعرف بقبح القرد وأنه العذب الله ضرب به مثل السوء ومسخ أقوام قرده يعني الله عز وجل عاقب أقوام بأبشع مخلوقاته وهي القرد والخنازير كيف الآن مسلم يقتني قرد في بيته؟ أنا ما أدري والله كيف يعني مسلم يقرأ القرآن ويقرأ حديث النفس سلم ويشوف تصرفات القرد الغريبة جدا وفيه اعتداء وفيه يعني أذية كيف يقتنيها المسلم ولذلك تنبهون الناس بارك الله فيكم